بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلى على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا لنا زينا ولا تكون علينا شينا صدق مولانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يخلق الخلق اصطفى مجموعة ممن خلقهم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآله إبراهيم وآله عمران على العالمين اصطفاهم يعني اختارهم أخذ صفو الشيء الشيء قد يكون فيه كدر شايفين الماء خليه فيه كلاس يمكن بيه بعض الذرات فإذا خليت ساعة ساعتين ساعتين هذه الكدر الكدر شوية شوية يرسب على قاعل الكأس فيبقى الماء صافي فأخذ صفو الشيء هو الاصطفاء يعني الله سبحانه وتعالى خلقهم من غير نقص في خلقتهم لا في أرواحهم ولا في أجسامهم ثم إن الله سبحانه وتعالى اختار مجموعة آخرين ليكونوا أنصار لمن اصطفاهم واختيار الله سبحانه وتعالى يرتبط بعمل الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى من الأزل يعلم أن فلان من الناس سيكون حسن العمل لذلك من الأول اصطفى أو اختار ليكون عونا لمن يصطفيهم فالقضية مربوطة باختيار الإنسان فلذلك الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى يختاره عليه أن يكون بالمستوى لكي يؤدي هذه المهمة على أحسن وجه الإنسان في هذه الدنيا مخير الله سبحانه وتعالى إعطانا هامش من الاختيار صحيح كثير من الأمور ليست باختيارنا نحن لم نختار آباءنا ولا أمهاتنا ولم نختار أنه مثلا كنا رجال أو النساء لم تختار أن تكون نساء مثلا الإنسان ما اختار شكله ولا كثير من صفاته النفسية وحتى في هذا العالم كثير من الأمور تجري بدون اختيار الإنسان يعني قلب الإنسان بدون اختياره يتحرك وهكذا لكن الله سبحانه وتعالى اعطى للإنسان هامش من الاختيار وكما يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين لا هو جبر كما يتصور العامة سواء من الأشاعر أو من الوهابيين أنه الإنسان في كل حركات مجبور ولا تفويض كامل كما يتوهم اليهود والمعتزلة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وإنما أنت في بعض الأمور مختار وفي بعض الأمور غير مختار والله سبحانه وتعالى يحاسبك ويكلفك ويثيبك أو يعاقبك على الهامش الذي أنت مختار فيه إذا واحد ولد أبيض أو واحد ولد أسود لا يعاقب على سواده ولا على بياضه لأن هذا مو باختيارة كان إذا واحد ولد ناقص أو ولد كامل لا يثاب أو يعاقب على نقصان في جسده بسبب أنه هذا ما كان باختيارة ولو عوقب الإنسان على ما لم يكن باختياره هذا الظلم والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد وإنما الإنسان يثاب أو يعاقب على الهامش الذي هو مختار فيه الله سبحانه وتعالى يكلفنا بالصلاة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وفي آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الله سبحانه وتعالى يكلفنا بالصلاة ونحن نطيق الصلاة ونطيق أكثر منها يعني باليوم إسبوط عشر ركعة عشرين دقيقة مثلا مو أكثر إذا واحد يصليها بشرائطها يصليها شويهم بسرعة عشرين دقيقة من ضمن أربع وعشرين ساعة شهر رمضان يصوم شهر من اثناء الشهر والإنسان يطيق أكثر من ذلك لكن الله سبحانه وتعالى خفف على الإنسان خلاه مختار تريد تصلي كيفك ما تريد تصلي هم كيفك ما أحج برك على أن تصلي ولا أحج برك على ترك الصلاة لكن إذا أطعت الله سبحانه وتعالى الله يرفع درجاتك في الآخرة وكلما كانت الإطاعة أكثر الدرجات أكثر ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون الآخرة ليش درجات؟ ليش؟ لأنه واحد أطاع الله سبحانه وتعالى بمقدار مئة درجة يحصل له مئة درجة أطاع الله سبحانه وتعالى بمقدار ألف درجة يحصل له ألف درجة إذا هنا في الدنيا عامل يشتغل ساعة يضطو أجر ساعة إذا اشتغل عشر ساعات يضطو أجر عشر ساعات إذا اشتغل أحسن كل ما شغل يكون أحسن الأجر يكون أكثر الكم والكيف وإذا واحد لم يطع الله سبحانه وتعالى وعصاه هناك دركات في نار جهنم دركات نار جهنم هم هي دركات إذن هذا هامش الاختيار في هذا هامش الاختيار الله سبحانه وتعالى من لطفه على العباد أن أرسل الأنبياء والأوصياء اختارهم حتى يعلمون الناس واختار في خلقه مجموعة من الناس أيضاً أنصار لهؤلاء الأنبياء والأوصياء كل واحد من عندنا يمكن يكون من هؤلاء الأنصار إحنا ما نقدر نكون أنبياء ولا نقدر نكون أئمة لأن الله سبحانه وتعالى اختار ذولك للنبوة والإمامة وما أختارنا لكن أنت تقدر أن ترفع من درجاتك بسبب عملك والله سبحانه وتعالى من الأزل يدري أنه عملك صحيح فلذا أنت يختارك في بعض الأحاديث ما معناه الله سبحانه وتعالى ينصر دين برجال في كل تاريخ في كل زمان في كل جيل في كل قرن الله سبحانه وتعالى ينصر دين برجال زين ذول الرجال منه أنا أقدر أكون منهم أنت تقدر تكون منهم أنت تقدر تكون منهم ذاك اللي هناك بره يقدر يكون منهم بس باختيارة عد الله سبحانه وتعالى من لطفه يجيبها حسب تعبيرنا على الباب ما يحتاج أنه أنت تركض وراءها جيتك صافية حاضرة بس شوية يكون منك حركة وعزم وجزم وإطاع لله سبحانه وتعالى ولرسوله بعض الأحيان الإنسان تيجي يجي التوفيق بس هو يرفض هاي المشكلة هذا إجاء التوفيق الإمام الحسين في طريق كربلا التقى بي وطلب منه قال أنت عندك ذنب قديم تعال انصرنا حتى الله سبحانه وتعالى يمحو ذلك الذنب القديم منك لأنه كان من أنصار أمير المؤمنين فخذ الأمير المؤمنين والتحق بمعاوية فهذا الذنب كبير الأمور بعواقبها تعال توب إلى الله سبحانه وتعالى الله ذاك الذنب يغفر إلك فإجاء التوفيق ما قبل قال يا ابن رسول الله عندي فرس هذا الفرس ما طلبت به شيء إلا أدركته وما هربت من شيء إلا تمكنت من الإفلات منه هذا فرس يعني ما إلا نظير إذا لحقت لي واحد بهذا الفرس ألحقه وإذا شردت من واحد ما يقدر يلحقني وهذا السيف كذا وكذا الإمام عليه الصلاة والسلام قال له أما وقد بخلت بنفسك فلا حاجة لنا بفرسك ولا بسيفك إحنا نريدك أنت تنصرنا وبعد استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام اجع على قبر الإمام الحسين فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين نحري والتراقي زيانا حسين حين يطلب نصري على أهل الكفر والشقاقي فلو أني أفاديه بنفسي لفزت كرامة يوم التلاقي لقد فاز الأولى نصر وحسينا وخاب الآخرون إلى الشقاقي شو الفائدة؟ عماله لا يطابق قوله شو الفائدة؟ واعاديا هم مات بشر ميتها خسر الدنيا والآخر وواحد آخر نصراني مسيحي مقضي عمره بالنصرانية التقى بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في طريق كربلاء وهب معروف فهذه الفرصة إجتها استفاد من هذه الفرصة وصل إلى درجة اللي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقف أمام قبرة وقبر سائر شهداء كربلاء لتعليمنا يقول بأبي أنتم وأمي واحد منهم هذا النصراني بأبي أنتم وأمي اللي صار مسلم يعني لمن أسلم إلى أن استشهد أيام قلائل كم مرة صلة صوم خو ما صام لأنه ما صار شهر رمضان كم صلاة صلاها لكن التوفيق إجاء على باب بيته لقفه الله سبحانه وتعالى كل واحد من عندنا من لطفه نفس هذا الأمر يسوي له بس لازم يكون ملتفت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول إضاعة الفرصة غصة انتهزوا الفرص فإنها تمر مرة السحاب هس الله سبحانه وتعالى اختاركم أن تكونوا خدمة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى توفيق اختاركم لإحياء أمر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى زيان الإنسان هذا التوفيق لا يرفضه يتمسك به يعمل عمل حتى الله سبحانه وتعالى يشوف إيه هذا إنسان لائق يزيد توفيق والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم في سورة محمد صلى الله عليه وآله وفي آية أخرى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ خُدًا يشوفك إيه يشوفني إيه هذا إلى قابلية زيان مثل ما أنت إذا أكرمت واحد بعدين تشوفه هذا ما يستاهل تعيفه أما إذا أكرمت شفت لا يستاهل مرة ثانية هم تكرمه مرة ثالثة هم تكرمه فسا إذا المخلوق هكذا فما بالك بالخالق الذي هو اللطف والرحمة يخلق اللطف يخلق الرحمة أصلا الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا أصلا ليش الله خلقنا يحتاجنا وما يحتاجنا إيش يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز على ما يحتاجنا ليش خلقنا للرحمة لكي يرحمنا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الله يريد يرحمنا رحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون رحمة الله واسعة الله يرحم الجميع بس الإنسان إذا كان قابل لهذه الرحمة عمل بما تقتضيه هذه الرحمة سأكتبها للذين يتقون لأن الرحمة في الآخرة تكون خاصة بالمؤمنين أما في الدنيا فهي عامة فإذن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وعليكم بأن عرفنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين تفضل علينا وعليكم أن نقيم شعائرهم هذا كل فضل من الله سبحانه وتعالى ولدنا من أبوين مواليين وكان يمكن الله سبحانه وتعالى يولدنا من أبوين كافرين فلقت كفار أكو بالعالم وعدهم أولاد هذا من نعم الله علينا أنه أولدنا من أبوين مؤمنين في أرض طاهرة الأرض التي تضم الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا كل فضل من الله سبحانه وتعالى خصنا به دون الآخرين وبعدي أنهم الله سبحانه وتعالى قذف حب أهل البيت في قلوبنا لأن المعرفة من الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث الشريف الإمام يقول من شعر برد محبتنا في قلبه فليشكر الله على أولى النعم قيل وما أولى النعم قال طيب الولادة هذا ابن حلال لأنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق في حديث آخر أو كذا أو كذا أو كذا زيان فالنتيجة أنه هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى إذا الله تفضل عليك أن كنت خادم في هيئة الإمام الحسين هذا تفضل من الله عليك فتمسك بهذا التفضل إيشلون تتمسك بهذا التفضل بإطاعة الله سبحانه وتعالى لأن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في كلمتي يقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرة ولا ظالما ولا مفسدة وإنما طلبته وإنما خرجته لطلب الإصلاح في أمة جدي وشيعة أبي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي وفي الزيارة نقرأ أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو أفضل من الصلاة وأفضل من الزكاة لأن الإمام الحسين من أصول الدين الصلاة والزكاة من فروع الدين فالإمام الحسين لم يقتل لأجل الصلاة أو الزكاة الإمام الحسين قتل لأجل الله سبحانه وتعالى وبذل مهجته فيك في زيارة الأربعين وبذل مهجته المهجة يعني دم القلب وبذل مهجته فيك ولكن جهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لأجل الله ترتب عليه نتائج فإمام الحسين خرج خروج لأجل الأمر بالمعروف والنهي على المنكر يقولون الإمام استشهد لأجل الصلاة لأجل الصوم هذا مو صحيح لأن الإمام الحسين أفضل من الصلاة أفضل من الصوم خروج الإمام الحسين كان للصلاة كان للزكاة كان لإقامة أحكام الشرع لكن استشهاده لأجل الله سبحانه وتعالى فإذن الأمر الأول إطاعة الله سبحانه وتعالى أنا أقول أنا خادم للإمام الحسين مقيم لشعار الإمام الحسين بس ما أصلي ما أصوم مثلا إذا عندي معاملة أغش في هذه المعاملة أكذب ما أراعي حقوق الناس ما أراعي حقوق الأهل هذا ما يصير ما يشتبعان بعض الأحيان هذه الأمور تسبب أن الله سبحانه وتعالى يسلب التوفيق من الإنسان ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون يعني ذول اللي ارتدوا على أدبارهم بعد الرسول صلى الله عليه وآله في غزوة أحد مثلا هربوا لماذا هربوا في غزوة أحد سؤال القرآن يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا يعني يوم معركة أحد وجهاد والرسول موجود إذ تصعدون يعني يشردون على الجبل إذ تصعدون ولا تلوون يعني ما يدير وجهك حتى والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول لا يناديهم يسمعون كلام الرسول ومع ذلك هم يعلقون يشردون لماذا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في غزوة أحد إنما استزلهم الشيطان ليش ببعض ما كسبوا عندما عاصي هاي المعاصي هنا في الساعة الحرجة الحساسة أثرت أثرها والفرار من الزحف من القتال من الجهاد اللي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله فيه رسول الله صلى الله عليه وآله هذا من أكبر المعاصي ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله زيانا إلا يستفي معركة أحد الله سبحانه وتعالى عفى عنهم من لطفه لكن مرة ثانية في الخيبر في معركة في غزوة خيبر هامشردو ومرة ثالثة في غزوة حنين ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ارتدوا على أعقابها لماذا ببعض ما كسبوا الله يسلب التوفيق مننا يقول مرة عفونا عننا مرة ثانية عفونا عننا مرة ثالثة عفونا عننا بيفيدوا إياه خلص أنا شخصيا أعرف ناس كانوا من خدمة الإمام الحسين لكن بسوء أعمالهم الله شاف هذا مو قابل لأن يكون خادم للحسين عليه الصلاة والسلام سلب مننا التوفيق وبعضهم صاروا أعداء للإمام الحسين أنا أعرف بعض أشخاص منهم يوم كان يخدم بس أعماله سيئة كانت وآله مرة أمهلة ومرة ثانية أمهلة ومرة ثالثة أمهلة ومرة رابعة أمهلة ما فادوية فالله سبحانه وتعالى سلب مننا التوفيق يكون في الحديث الشريف في تفسير هاي الآية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أن الإنسان إذا أذنب ذنب تصير في قلبه نقطة سوداء يعني نقطة سوداء في قلبه إذا تاب الله يمحوها وإذا ما تاب وأذنب ذنب ثاني ونقطة ثانية ونقطة ثالثة ونقطة رابعة ونقطة خامشة إلى أن كل هذا السواد يستولي على قلبه إذا كل هذا السواد استولى على قلبه الله يختم بختم يراه الملائكة ختم الله على قلوبهم بعد هذا ما يفيد شيء إذن طاعة الله سبحانه وتعالى هذا أولا حتى الله يشوفنا لائقين يزيدنا من التوفيق الشيء الثاني التخلق بأخلاق أهل البيت الحديث اللي قرنا كونوا دعاة لأنفسكم بغير ألسنتكم وفي حديث آخر كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم التخلق بأخلاق أهل البيت يمكن يكون صعب خصوصا إذا واحد تربى في مثلا أجواء اللي شوية بعيدة عن أجواء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لكن أهل البيت آية في الأخلاق آية في الحلم آية في العافو آية في المحبة للإخوان هذه أخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كلما الإنسان تخلى بهذه الأخلاق يكون مجسد عملي للدين أكو بعض الناس في الحديث الشريف صاحبه من يذكركم الله رؤيته أصلا لما تشوفه تتذكر الله لما تشوفه تتذكر الأخلاق الحسنة تشوفه تتذكر الصلاة تشوفه تتذكر الصوم بعض الناس بعض الأولياء من الله سبحانه وتعالى عندما يروح في مكان في مجتمع بدون ما يقول شيء الناس بس ما يشوفون يتذكرون الله اللي ما يصلي يصلي واللي ما يصوم يصوم واللي يرتكب معصية يترك ذيك المعصية لأن الإنسان حينما يتخلق بأخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أمور تنسجم مع فترة الناس بس ما يشوفوا هاي فترتهم تسوقهم إلى الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة إذا الإمام في هذا الحديث يقول وكونوا لنا زينا إذا فد واحد من الموالين ارتكب معصية زينا؟ يعيرون المؤمنين به ها شوف هذا مثلا وإذا ارتكب فضيلة يكون مفخرة ويدعو الناس بعمله أصلا يعني شوف ابنك ابني الطفل الصغير يشوف أبوه يشوف أمه إذا الآب اتهاون بالصلاة لازم لا يتوقع أنه هذا ابن رح يصير مصلي وإذا الأب ارتكب المعاصي لازم لا يتوقع أنه هذا ابن لا يرتكب المعاصي لأنه الأبناء يتلقون من أبائهم كبير المجتمع يأثر على المجتمع شيخ العشيرة العشيرة تشوفها تشوفها تشوف أعماله إذا أعمال كانت سيئة كثير من أبناء العشيرة هم تسوء أعمالهم وإذا كانت أعمال حسنة أعمالهم تكون حسنة فإذن وكونوا دعاة لنا أو لأنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم يتقبل زياراتكم إن شاء الله يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكن نفوس بأعبق البركات تسكن نفوس بأعبق البركات